بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى في جليسة عندنا احنا محتاجين نتكلم عنه كتير نتكلم عنه كتير ليه؟ لأن في الحقيقة الناس كلها متوجعين وبنشتكي من ده في سؤال احنا لازم نسأله لنفسنا السؤال ده لازم نسأله لنفسنا بشكل شخصي وكمان بشكل مجتمعي السؤال بيقول ايه؟ احنا حصل لنا ايه؟ وتغيرنا ليه؟ احنا تغيرنا؟ اه تغيرنا ايه اللي حصل لنا؟ فخلانا تغيرنا واحنا لازم من وقت للتاني نبص على نفسنا ونحط عيننا على قلبنا ونشوف وجعنا ده جاي منين وده امتسال لقوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة والإنسان هنا زي ما بيقول للعلمة في علم الأصول لفظ يدل على العموم لأنه لفظ معرف في قال وهو لفظ يحتمل أن الإنسان هو اللي يسأل نفسه وأن المجتمع كله باعتباره مجتمع إنسان يسأل نفسه يسأله السؤال ده ايه اللي حصل لنا؟ ايه اللي حصل في الألاقات؟ ما بين الرجل ومراته ما بين الزميل وزميله ما بين الجيران في حاجة احنا ملاحظنا في حاجة ما نقدرش ننكرها كل ده صفحات ممكن نقرأ فيها تغيرنا تعالوا الأول نعرف ايه اللي حصل لينا وإيه اللي حصل بيننا عشان نقدر نشوف احنا إيه اللي بنعاني منه سيدنا موسى لما لم سيدنا هارون على النساب بني إسرائيل تمشي وراء السامري ويعبود العجل قال له حاجة مهمة أوي والعلماء ما فوتهاش قال خشيته أن تقول فرقت بين بني إسرائيل فإيه اللي حصل؟ فالمسألة ببساطة خالص عمل ايه؟ سيدنا هارون ايه اللي كان في قلبه؟ احنا لو إن احنا ما حققناش الأمان والأمن ما بين الناس ايه اللي حصل؟ هتقوم حرب أهلية وخلاص لا هيبقى فيه دين ولا هيبقى فيه عبادة ولا هيبقى فيه شيء فسب الوضع على ما هو عليه لغاية ما يرجع سيدنا موسى وعشان كده ببساطة خالص ما فرقش ما بين بني إسرائيل فالعلماء قالوا ايه اللي كان في قلب سيدنا هارون ساعته؟ قالوا ده كان في قلبه قاعدة مهمة جدا 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 ايه القاعدة دي؟ ان الأمن والأمان قبل الإيمان يعني ايه؟ الناس لازم تكون في أمن وفي أمان عشان تقدر تدوق حلوة الإيمان وده معناه مش هيقدر يكون الإنسان مؤمن حقا إلا لو كان أمانا لغيره اللي حصل إن احنا هنا بقى نقدر نقول إيه اللي حصل لنا ونشوف إيه اللي حصل وإيه اللي افتقدنا في حياتنا إيه اللي حصل لنا إننا زادت مخاوفنا ولذلك لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسقي حضرة الصديق يابي هو أمي صلى الله عليه وسلم وردي الله عن الصديق عايز يسقي شهد معية الله فسقى الزاي سقى شهد المعية إنه هو دل على أحلى شرب ممكن يشرب الإنسان من معية الله سبحانه وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فكان أفضل حاجة بيستدل بها المؤمن على إيمانه إنه هو ما يخفش إنه هو ما يحزنش وعشان كده المعيار الحقيقي للإيمان اللي بيظهر في أقل بأولياء الله الصالحين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإحنا للأسف بينا بنخاف بنخاف العمل من اللي هيتعمل من وراء ظهرنا بنخاف الجيرة إنه إحنا ما نلاقيش حد يساندنا إذا حصل لنا حاجة بنخاف البيت إنه ما لقيش حد فهمني فزادت المخاوف عند الستات وكمان زادت المخاوف عند الرجال فأصبحنا بالخاف أصبحنا مفتقدين الأمان والأمان ده هو المعنى الأساسي للمجتمع لو ضاع المجتمع فيه الأمان خلاص المجتمع الناس مش هتقدر تعيش فيه ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في تعريف المؤمن أن المؤمن منأ منه الناس وعشان كده لازم نعرف أن الأمان يا سادة مش صناعة ولا تصنع الأمان حقيقة الأمان حقيقة هل ممكن نعيش من غير أمان؟ الله سبحانه وتعالى سمى نفس المؤمن عشان يعلمنا أن الأمان حقيقة فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين فالأمان حقيقة ربنا خلق القن كله آمن لأنه في حضرة مولانا سبحانه وتعالى وخاصة للعباد في عين عين رعاية وحضرة الله إزاي؟ الله لطيف بعباده وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسائل الأمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد إلا بشيء قد كتبه الله عليك ومش هتقدر تفهم الحديث ده إلا مع حديث إلا مع حديث آخر أن الله سبحانه وتعالى وهو يكلم المخلوقات قال لو خلقتموهم لرحمتموهم ونسمعوا كمان كتب ربكم على نفسه الرحمة يبقى إيه لحاصل؟ يبقى اللي حاصل أن ربنا سبحانه وتعالى أتخنف أمانه فمحدش يقدر يهددنا ولن يستطيع أحد أن يصل إلينا بشر ما دمنا في أمان الله مش هيوصلك أي شيء إلا بعد أن يمر على الرحيم يعني يوري يمر الرحيم يعني لن يصل إليك شيء لأن الله سبحانه وتعالى قد أمنك فالله خير حافظه وهو أرحم الرحمين حتى الشدائد لو عرفت أن الشدائد دي اللي خلقها الله وهي جاية من عند اللطيف هتشوفها مكتوب عليها إن الشدة ليست بشدة ولكنها شدة تجذبك إلى الله الأمان يا سادة هو مقصود الإنسانية ولو اختفى تفسد الحياة السد عايزة إيه من جزء إلا الأمان وكذلك الرجل عايزة إيه من زوجته إلا الأمان عاوز يحس إنها سنده وبتاخد بيده للمستقبل الواسع ويتكون سبب لرحته وأنسه وهو ينسيها مخاوفها لما يدخل البيت فيحتويها إزاي نحصل على الأمان وما تقدرش تحصل على الأمان وإنت مالي حياتك بالمخاوف مفيش حاجة هتأمنك لو ماليت حياتك بالمخاوف لكن لو طبقت القعدة كمان البشعة بتاعت إن الناس بقوا وحشين والدنيا غابة إزاي تحس بالأمان مين اللي قالك كده على فكرة؟ تعالوا نقف كده وقفة بسيطة كده مين قالك إن الدنيا بقت غابة؟ مين قالك إن الناس بقت وحشين؟ يقول ليه مولانا إحنا هتنكر الواقع لا معليش واحد أحلي أصلي كل الناس بتقول إن الناس بقت وحشين وكل الناس بتقول إن الدنيا بقى إضغابة هو مين بقى اللي بتأذي؟ لما كلنا بنتوجع مين اللي بتأذي؟ أكيد في حد أقلنا الكلام ده مين اللي أقلنا ده؟ النفس اللي أمارة بالسوق عشان تبررك مخاوفك وتبرلك سلوكك وتبررك سوق أخلاقك مع الناس ولو عتعامل الناس بأنهم سيئين فإيه اللي يحصل؟ فتمنع ابتسمتك وتمنع خيرك وتمنع نيل قلبك وتتعامل بخشونة وتتحول إلى وحش عشان تقدر تتعامل بأسوة قلبك مع الغابة ومع إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن الله سبحانه وتعالى حرم النار على كل هين لين سهل فكل واحد ينسى بقى كلام حضرة النبي فكل واحد يئسى قلبه على التاني في الشغل وفي البيت ومع الجران ويفضل يعيش بأسوة قلبه ده وقد في حالة من الفردانية فيكون هو اللي صنعه ولعزب الله ما خوفه وهو اللي صنع الوحشة وهو اللي ود نفسه في جهنم وهو في نعيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها طب هل فينا وبيننا ناس عايشين طيبين وبالهم مرتاح؟ أيها طب ودولا هيبضلوا موجودين طول الوقت من عصر حضرة النبي الراجل نام وليس في قلبه شيء فقال الرسول الله سيدخل عليكم راجل من أهل الجنة عايش متهني وسعيد الناس دولا بقى اللي بتقولوا عليهم مغفرين دولا أكثر أهل الجنة أكثر أهل الجنة من البله اللي هو خم القلب ده اللي لما حد يقول له حاجة يصدقوا يعيش مبسوط أني لسه في ناس فيهم خير يعيش زي ما ألحظت النبي صلى الله عليه وسلم هين لين سهل ودولا مش بس ربنا حرم أكسادهم على النار ده في الدنيا ربنا حرم قلوبهم كمان على نار المخاوف والأحزان فعاش في بساطة وأمان أي ابتسامة وأي كلمة من حد تفرحه زمان لما كنا بنودع حد ولما كنا نكلم حد شوف قد إيه إحنا افتقدنا كلام ومعاني جيدة كنا بنعيشها أي حد لما يجي ودى حد يقول له في أمان الله فكنا بنعيش حقيقة إننا في أمان الله وبقينا بنعيش بإننا في أمان الله وفي حياتنا كلها هذا الأمان فإيه اللي حصل اتحصل إن الدنيا تغيرت فمعيش عايشين في أمان الله حسين إننا إحنا مش عايشين في أمان الله عايشين في خدعة والناس بتحتل علينا وإحنا شعرين بالعجز إننا إحنا مش قادرين ليلاحق على الخيانات والوحوش إيه هذه الحياة البشعة على فكرة حياته العمراء كده الحياة جاية بجهازي السورة عشان تطلع أجمل ما فيك تطلع يقينك تطلع حبك لله يا سيدي اللي بينك وبين الناس مش الأحداث اللي بينك وبين الناس الله والله لطيف بعباده ما شفت الشيء يجعل الإنسان في أمان زي الأخلاق ليه الأخلاق؟ لأن الأخلاق دي هو ده السر الرباني اللي بينزل في القلب الإنساني ولذلك لما كان حضرت النبي في كمال الكمال الإنساني وإنك لعلى خلق عظيم ولذلك كان مرتاح البال والله يعصمك من الناس فكانت العثمة الربانية بالأخلاق المحمدية وإنك لعلى خلق عظيم فحضرت النبي كان في أمان إلا على طول عشان إيه؟ عشان كان ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم اللهم أجرى علينا الأحداث عشان يختمر ما أجراش عن إلا أحداث إلا عشان يختبر إيماننا بالأخلاق وبالقيم فالمؤمن من أمناه الناس والمسلم من سلم الناس من لسانه ويدي يبقى فيه ناس بتقول عن أمانك أمن نفسك منك أمن نفسك منك إزاي؟ نفسك الأمارة بالسوق مش هتسيبك وما أبرق نفسي إن النفس لأمارة بالسوق وأول أمر بالسوق نفسك بتؤمرك به إنك تخاف من الناس ومن الأحداث فتنسى إيه؟ تنسى أن أنت في معاية ربنا لكن أنت لو كلمت قلبك وقلت له ما بالك بسنين الله سالسهما هتخاف إزاي بقى وربنا سبحانه وتعالى بيقولك لو كان كل الناس دي بتخوفك إيه يا شاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز على فكرة زيادة المخاوف علامة على نقصان اليقين من أمن الله وذلك أنا دايما بقول للحكمة دي من علامات صدق الحب أن يخلصك من الوهم فتتخلص به من الهم أول شيء نفسك بتعمله معاك في المخاوف إنها بتحسسك إنك ضعيف ولو أنت ضعيف فالناس هتتعدى عليك ومش هتقدر تقف أمام الأحداث بس أنت تلهم من لازم تقول لها أنا عبد رب له قدرة يهون بها كل أمر عسير فإن كنت عبدا ضعيف القوى فربي على ما يشاء قدير أنا لا أخف لإني أنا لا أخف مش لإني قوي أنا لا أخف لإني عبد القوي فربي سبحانه وتعالى يملك كل شيء وهو قال لي أليس الله بكاف عبده ولذلك هكرر وأقول إن من علامات صدق الحب أن يخلصك من الهم من الوهم وهم إن فيه حد يأذيك وهم إن فيه حد يختفق وهم إن فيه حد دايما متربس بيك إذا كان فيه حد ناظر إليك على الدوام فربنا اللي ناظر إليك برطف لو أن نعمل شوية إجراءات عشان نجدد الأمان في حياتنا مش هقدر أقول لك إن الأمان هيحصل لك لما الناس كلها تتغير لكن الأمان هيحصل لك لما أنت تتغير أول إجراءة أنا بنصحك به فكر نفسك دايما إنك في حضرة الله سبحانه وتعالى وزيك زي ما عندنا أذكار الصباح والمساء تعالوا يبقى عندنا خلوة الصباح والمساء خلي بينك وبين الله خلوة ولولا عشر دائع بيكون بينك وبين ربنا خلوة الخلوة دي تستشعر فيها معية الله سبحانه وتعالى وتحاول تطبق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا وتطبق فيها ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فتكلم مولاك في الصبح وفي الليل ومش لازم في أول النهار ولكن خليه في الوقت اللي أنت بتحس فيه بالوحشة أو فيه أي حد بيتعدى عليك وقول ربنا يا سيدي عبدك وفقيرك يخشى من الأوهام وأنت الرب العلام وأنت الذي تجري الأحداث والأيام وأنت لطفك يا ربنا ما ابتعد عني في لحظة ولا في يوم من الأيام فاجعلني يا ربنا في أمانك واجعل حياتي دوما في سلام قل له الكلام ده قل له في الصبح وفي الليل الكلام ده وأكثر حاجة الإجراءة التانية أكثر حاجة حاجة تشعب بأمان أن أنت تتصدق لأن الصدقة بتطفئ نار قلبك زي ما تطفئ غضب الرب لأن الصدقة دي بتخليك تكون في محاسن الأخلاق وعشان كده لما تتصدق تتصدق وتصون قلبك بحسن الأخلاق تصدق تصدق دايما هتجد قلبك بيرق لكن تصدق وإنت أصد أن الصدقة دي تطفئ مخاوفك تطفئ مخاوفك لأن الله سيأخذ هذه الصدقة ويبارك لك في حياتك ثالث حاجة وده مهم أن أنت تعمل إيه أن أنت تتخدم الناس وممكن تخلي على فكرة صدقتك هي خدمتك للناس تخدم الناس ثلاث خدمات في اليوم تخدم الناس ثلاث مرات في اليوم على أقل لما تخدم الناس ثلاث مرات على أقل تحس أن قلبك حس بأمان حس بمدد ربنا حس أن الخدمة دي خرجة من عطية ربنا لقلبك كمان ممكن يبقى الإجراء الرابع بقى احنا ضمنا الصدقة والخدمة لاتنين مع بعض أن أنت تحسن لأهلك وتبقى أمان لأهل بيتك وتبدأ الأمان ده بأهل بيتك وممكن بعد كده يكون في العمل وبعدين في العلاقات بس تبدأ بالأمان في أهل بيتك ليه؟ لأن أهل بيتك هو أولى الناس بأمانك وأقرب شيء ممكن تعمله عشان تأمن أهل بيتك أن كل واحد فيهم يسمع منك كلمة حلوة كلمة تريحه كلمة تطمنه كلمة تخلي قلبه حاسس أنه هو في الأمان تارت حاجة لو احنا عملناهم هنحس بأن احنا في أمان الله أول شيء أن احنا يبقى عندنا خلوة مع الله سبحانه وتعالى في الصباح وفي المساء تاني شيء أن احنا نتصدق وأكتر حاجة ممكن نتصدق بها تخلينا في أمان هو الخدمة لأن كل ما الإنسان خدم الناس كل ما حس أنه بيدفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن واخدم والخدمة دي هتنور قلبك وترقى قلبك وتحسسك أن أنت دخلت في معية الله وعصمة الله تالت حاجة أمنوا أهل بيتكم وإذا ما كانتش عنك حاجة غير قلبك المليان بحبهم أمنهم بكلمة حلوة لأن أنت لما تأمنهم بكلمة حلوة هتحس أن الأمان ده سرى إلى لسانك وإلى قلبك من عند الله سبحانه وتعالى يا رب اجعلنا في الأمان في أمانك واجعلنا يا ربنا بهذا الأمان نذوق شهد الإيمان يا كريم يا رحمن يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اجعلنا في أمانك على الدوام في كل وقت وحين يا رب العالمين